الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تكاتف لضرء المخاطر عن الأمة العربية وصوم أمنها القومي الأسد يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة ويقول أن السوريين موحدون ضد الإرهاب البرهان يصل وجوبة للمشاركة في المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمالا الحديث عشرة صباحا التاسعة في جرينتش موجزون إخباري يأتي حضراتكم من القاهرة أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تركيز الجهود لتحقيق الخير وسلام وتنمية للشعبين المصري والقطري وتكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي محمد بن عبد الرحمن الثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حيث أكد الرئيس السيسي حرصا مصر على تحقيق التعاون والبناء ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي راسخ لسياستها من جانبه نقل وزير الخارجية القطري إلى الرئيس السيسي رسالة من تميم بن حمد أمير قطر تضمنت توجيه دعوة للرئيس السيسي لزيارة الدوحة والإعراب عن تطلع لتعزيز التباحث بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية أبدى الرئيس السيسي اهتمامه بحالة الفنان شريف الدسوئي الذي تعرض مؤخرا لأزمة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاق ووجه الرئيس السيسي بتوفير الرعاية الكاملة والمتابعة المستمرة لحالته حيث خضع لعملية جراحية أدت لبت رساقه بعد إصابته بجروح بها قبل عدة أشهر مع معاناته من مرض السكري وقد أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الأعلامية التكفل بعد اهتمام الرئيس السيسي برعاية وعلاج الفنان شريف الدسوئي في أزمته الصحية بحث رئيس الوزارة مصطفى مدولي مع وزير المالية محمد معيط أهم المشروعات التي أنجزتها الوزارة خلال الفترة الماضية وأكد المشروعات المستقبلية أكد دكتور محمد معيط أن مستهدفات وزارة المالية وفقا لخطتها الاستراتيجية تتضمن التوصل إلى جهاز حكومي واقتصاد مصري رائدين يحتذا به ما على الخريطة العالمية وتناول الوزير الجهود المتعلقة بإعادة هيكلة وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الخزانة وسك العملة فضلا عن استحداث جهاز إدارة وتصرف في الأموال المستردة كما عرض الوزير الوهود المبذولة في مشروعات الميكانة وتحقيق التحول الرقمي في قطاعات عمال الوزارة المختلفة أعلن صندوق النقد الدولي توصله لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية لأداء البرنامج الاقتصادي المصري موضحا أن هذا الاتفاق سيخضع خلال الأسبوع القادمة لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق ما سيتيح لمصر مبلغا إضافيا وقدره مليار وستمائة مليون دولار وأوضح صندوق في بيان له أن قوة أداء سلطة المصرية والتزامها بالمصار المقرر ساعدت على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء جائحة كورونا وحماية الإنفاق الاجتماعي والصحي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية هذا وأشهد الصندوق بصلابة الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا متوقعا أن يبلغ معدل النمو نحو 2.8% خلال العام المالي الحالي على أن يرتفع إلى 25% خلال العام المالي المقبل هذا وأكد صندوق النقد الدولي أن إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية مؤخرا يؤكد التزام الحكومة بدعم تنمية رأس المال البشري وزيادة كفاءة وشفافية المؤسسات العامة وجعل القطاع الخاص أكثر تنفسية وتوجها نحو التصدير تواصل مصر إرسال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في غزة ذلك ضمن المبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم وإعادة إعمار غزة كما يستمر عمل معبر رفح لاستقبال الفلسطينيين تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي وصل وزير الخارجية الأمريكي إلى القاهرة ضمن زيارته الأولى للمنطقة التي تهدف لتثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين ومناقشة جهود إعادة إعمار قطاع غزة أدلى الرئيس السوري بشار الأسد بصوته في انتخابات الرئاسة في اللجنة الانتخابية في مدينة دومة بريف دمشق وقال الأسد أن زيارته إلى دومة وإدلائه بصوته هناك يدل على أن الشعب السوري متحدون في مواجهة الإرهاب أضاف أن الدولة لا تلتفت إلى ما تقوله الدول الغربية على الانتخابات وأن قيمة تلك الآراء لا تساوي شيئا تنطلق اليوم المفاوضات الرسمية بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير سودان شمال بعاصمة جنوب السودان جوبا كان رئيس مجلس السيادة الانتقالية السودانية عبد الفتاح البرهان قد وصل إلى جوبا حيث من المقرر أن يلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية الرسمية للتفاوض مع الحركة الشعبية شمال يذكر أن الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال قد وقعت في مارس الماضي بجوبا على بروتوكال أعلان مبادئ مهد للتفاوض بين الطرفين نهاية الموجز لمزيد من الأخبار يمكنكم دائما متابعة في موقعنا على الإنترنت actionnews.tv كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، أنسترغام ويوتيوب كنتم معكم أنا فيروز مكيد كنتم سلمين